أهلا بكم أعزائي طلبات وطلبات التعليم الفني ومع مراجعة لمادة التخطيط الصف الثالث قسم ملابس جاهزة هنكمل حلقتنا في المراجع وناخد برضو بعض الأسئلة وأتمنى أنتو الحلقة اللي فاتت تكونوا استوعبتوا الأسئلة اللي احنا عرضناها عليكم ونبدأ نذاكر ونعوض اللي فاتنا في الفترة اللي فاتت دي ونبدأ صفحة جديدة في المادة ونبدأ نشتغل وربنا يوفقوا إن شاء الله بإذن الله في امتحانات الدور التين هناخد مع بعض أسئلة متنوعة النهاردة لمادة التخطيط نركز مع بعض في الأسئلة وطريقة العرض وأنواعها إيه وبالذات الأسئلة المقالية وكيفية الإجابة عليها لأن ده مهم جدا في طريقة الإجابة وطريقة الفهم للسؤال نشتغل بقى مع بعض نبدأ ناخد أول سؤال مع بعض ما هي مواصفات عامل فني التريكو ما هي مواصفات عامل فني التريكو يعني عامل فني التريكو ده مواصفاته إيه علشان يقدر يشتغل داخل المصنع في التخصص بتاعه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة